اختتمت القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية الهداية في محافظة أسيوت أعبلها ونجحت القافلة على مدى يومين في توقيع الكشف الطبي على 2100 مواطن بمختلف التخصصات الطبية كما تم صرف العلاق لهم بالمجان يأتي هذا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها المؤسسة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية القافلة بتقعد يومين طبعاً تسيناً لأهالينا في القرى علشان المواصلات طبعاً بتبقى صعبة نقدم لهم خدمة زاد جودة عالية بالمجان القافلة الطبية هنا معانا عشرة خصوصات طبية معانا صيدلية كبيرة فيها كل الأدوية من أصناف وكميات التي تحتاجها القافلة المريض بيأخذ علاجه مجاناً بالكامل الأصناف اللي بيحتاجها وكميات اللي بيحتاجها لشفاءه خدمة طبية في القافلة العلاجية خدمة طبية متميزة بتقدم بأخصائي واستشاري وفني أشعة ومعانا أخصائي أشعة وفني معمل ومعانا أخصائي كلينيكا الباصولوجي مسك المعمل بيتم الانتقال لمناطق فقيرة في الخدمات الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة لهم بواسطة أخصائي واستشاري والله القافلة بسم الله ما شاء الله وصلت عندنا هنا القرية القرية بتاعتنا تعتبر منطقة نائية منطقة فقيرة مساعدة للناس الفقراء اللي مش مقدرة على الكشف أو الانتقال للأسوط مثلاً ترجمة نانسي قنقر